اهلا بكم متابعين في الحصلة الأسبوعية لإكسبو مريتانيا 2020 سنطلعكم من خلالها على آخر المسجدات والتحضيرات الخاصة بمريتانيا في المعرض العالمي قبل شهر من الانطلاقة الرسمية للمعرض العالمي توجهت المفوضة العامة للمعرض السيدة هوى جلو إلى دبي لحضور جلسة عمل بين المفوضين العامين من مختلف الدول المشاركة والسلطات الإماراتية وقد تم خلال هذه الجلسة استعراض أجندة المعرض بشكل تفصيلي ويتعلق الأمر بالمسائل المتعلقة ببرنامج حفل الافتتاح الأنشطة المتنوعة ومنتديات المسائل المتعلقة ببرنامج حفل الافتتاح ويتعلق الأمر بالمسائل المتعلقة ببرنامج حفل الافتتاح ورزنامة الأنشطة المتنوعة ومنتديات الأعمال المقررة وغيرها من النقاط الكثير التي تناولها النقاش كما كانت فرصة للمفوضة العامة للمعرض لزيارة الجناح المريتاني والتأكد من مطابقة تنفيذ الأشغال وفي هذا السياق التقت المفوضة بالمدير القطري لمريتانيا السيد نيكولا مارفو لمناقشة التفاصيل النهائية في الواقع يكون المدير القطري مسؤولا عن الإدارة العامة للعلاقات مع دول المشاركة ويسهر على أن تحتوي الأجنحة على محتوى قوي وهادف كما أنه يراقب التقدم المتعلق بالحصول على الاعتمادات اللازمة مما يسمح لمشاركة الدول بتقدم بطريقة سلسة عقدت المفوضة العامة للمعرض سيد هواجال اجتماع عمل مع معالي السيد عبد العزيز داهي وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرانة الإدارة وقد استدعى الوزير لهذا الاجتماع كل من الأمينين العام للوزارة ومديري المؤسسات الخضاعة لوصايتها والمشغلين الخصوصيين من أجل بحث المشاركة المستقبلية للقطاع في معرض إكسبو 2020 دبي وهي مشاركة يود معالي الوزير أن تكون هادفة ومميزة وفي نهاية الاجتماع تم تشكيل لجنة برئاسة الأمين العام للوزارة من أجل العمل على تكريس التعاون المستقبلي كما عقدت المفوضة العامة للمعرض سيدة هواجال اجتماعاً مع معالي السيد عبد السلام والمحمد صالح وزير البترول والطاقة والمعادن وحضر الاجتماع مسؤولون من الوزارة حيث يندرج هذا الاجتماع في إطار مشاركة وزارة البترول والطاقة والمعادن في إكسبو 2020 دبي وقد تم تعيين السيد أحمد فال محمداً كنقطة الضصالة للعمل على مشاركة الوزارة تشرفت المفوضية العامة للمعرض بأن تستقبل في مبانيها سفير الجمهورية التونسية سعادت السيد صبري الشعباني وكانت هذه الزيارة فرصة لمناقشة التقدم المحرز في برنامج مشاركة موريتانيا في معرض إكسبو 2020 دبي وكذلك زيارة أروقة المقر وبعد أن عبر عن رضاه عن ديلميكية العمل وحماس الطاقم قدم سعادته المفوضة العامة عرضاً تقديمياً عن القرية الفرانكفونية وفي حدث سيعقد في جربة بتونس نوفمبر المقبل وأضاف أن مشاركة موريتانيا في هذا الحدث ستكون موضع تقدير كبير لنستمع إلى شهدته حذيت اليوم بشرف مقابلت السيدة هواء أبو موسى ديالو المفوضة العامة للمعارض بالشقيقة موريتانيا ويأتي هذا في سياق المساعي التي أبذلها مع السلطات الموريتانية لتحفيز مشاركة موريتانيا الشقيقة في القمة الثالثة عشر للفرانكفونية التي ستحتضنها جزيرة جربة إن شاء الله يومي 21 و21 نوفمبر 2021 القادم والأنشطة الموازية التي ستنعقد بهذه المناسبة ولعل أهمها المشاركة الموريتانية في القرية الفرانكفونية والتي ستكون مجالا للدول الفرانكفونية لعرض تراثها ومخزونها الثقافي في هذا المجال وهو ما يسمح للدول النامية بصفة خاصة باستعراض قوتها الناعمة التي تمكنها حتما من إبراز ذلك الموروث العريق وكذلك تحسين الترويج لتلك البلدين على المستوى الاقتصادي كوجهات اقتصادية واستثمارية التقى فريقة صنعة في موريتانيا مع منظمة كالابا صغير الحكومية التي تعمل على تحويل المنتجات المحلية وانتهزت مديرة المنظمة السيدة حبسة كاميرا الفرصة لعرض بعض منتجاتها على سبيل المثال معجون الفلفل الحار والمربى والصابون واللوحات القماشية المصنوعة من الأقمشة المحلية والعديد من المنتجات الأخرى نهاية الحصيلة شكرا لكم على كرم المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة